ازايكم كيفينكم يا متابعيني على قناتي هدية الاكل والخبيز ليصلكم كل من جديد الرجاء الاشتراك على قناتي وممكن ايضا تتابعوني على صفحاتي الاجتماعية على الفيسبوك والانستجرام النهاردة هعمل لكم وصفة نباتية سيومية وهي حلقات اليانسون او جراجيش اليانسون المقادير سهلة جدا هنا عندي نصف كباية سكر ونصف كباية موية اليانسون انا نجحت ملعقة كبيرة بتحت اليانسون في مية سخنة عشان استخرج المية دية وعندي كمان نصف كباية زيت وهنا عندي لدهن الحلقات والدية بديه طعم لون مميز ملعقتين كبار من دبس البلح محليين بملعقة صغيرة من المية هحتاج برضو نصف ملعقة صغيرة ملح ملعقة ونصف كبيرة من اليانسون ملعقة كبيرة من حبة البرق الحبة السودة وملعقة كبيرة من الشب هحتاج هنا ملعقة صغيرة بس من الباكين باودر لاني هنضيفها على 360 جرام من الطحين الزاتي للتخمير اللي هو السلف رايزين فلاور هنا عندي خليط من السمسم والحبة السودة والحبة البرقة هنضيفها من فوق الحلقات للتزيين طريقة عمل اليانسون سهلة جداً كل اللي هعمل حضيف السكر معه مية اليانسون والزيت وكل البهارات بتحتي وحمسك المضرب اليدوي وحدوي بهم كلهم مع بعض عشان يتجانسه لازم اتأكد ان السكر داب تماماً في المية دي او في الخليط دي بعد كده هبتدي حضيف الدقيق بتاعي معه ملعقة صغيرة من الباكين باودر بالنسبة للمبتدئين جديد في الخبيز لازم كل ما اضيف الدقيق تخلي منه بتاع ربع كوباية علشان في خبز بتحتاج دقيق زيادة على حسب نوع الدقيق فانا هنا خليت ربع كوباية على الجنب هنا انا احتشت ان اضيف ربع كوباية لانه كانت العجينة بتحتي سائلة شديدة مش متماسكة فضفتها وخلطتهم مع بعض هنا خلاصاً خلصت تقليب الدقيق مع العجينة وزي ما شايفين هنا العجينة لينا وناعمة ومتماسكة في نفس الوقت بعد ما قلبتها خليت العجينة ترتاح لمدة عشر دقائق قبل ما قطحها طريقة اللف سهلة جداً هنا انا استعملت الملعقة الكبيرة بتاعة المقادير وحبتدي حلفها على شكل كورة وبعد كده على السطح بتاعي حلفها وهبرمها لحد ما قطفلها مع بعض بصراحة ما فيش اسهل من عمل الحلقات دي كل اللي بعملوا انه انا بلفها الكورة صغيرة وحبتدي ابرمها على السطح بتاعي وحكفلها مع بعض ودي ده الحلقات بتاعت ابتدت تتشكل طبعاً بس كويت اليانسونة وجرجيش اليانسون من الخبايز المفضلة للسودانيين وإحنا بنحبها شديد بالزاد في الصيام بعد ما خلصت كل الكمية بتهن وش الحلقات دي بالدبس المحلول بالمية وده اختياري لكن على فكرة هو بتديه لون مميز وطعم مميز وزائد على كده بساعد على السمسم وحبة البرقة يلصد من فوق ما يقعش لو مش حابين فكرة دهان دبس البلح ممكن تعملي من غير هنا أنا بعد ما خلصت كل الكمية ابتدت جبت السمسم وأرش كله من فوق السمسم وحبة البرقة وإذا مش حابين فكرة تغطيته بالسمسم والحبة السودة ممكن ما نضيفهوش وده بالذات لو حد عنده حساسية من أي أنواع الجوز شايفين الطريقة بتاعة حلقات اليانسون سهلة ازاي كل اللي هاملو حاسة بعد كده هدخله في فرن محمي على درجة حرارة 180 سلسيوس وحياخد مني بتاع عشرة لخمستاشر دقيقة لحد ما اللونه يحمر من فوق شايفين اللون المميز اللي أنا بقول عليه لما انت تهنيه بدبس البلح بطلع لونه رهيب جدا جدا يعني زي الدهب بالضبط طرح أما الطعم بتاعه رهيب جدا جدا طعم اليانسون هائل ويعني السكر بتاعه مزبوط ومقرمش وبدوب في الخشم دوابان يلا جربوه شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناة هدية الأكل والخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة شكرا